هل يتمكن السوداني من إيقاف تهريب العملة الصعبة إلى دول جوار العراق؟ هل يتمكن من محاسبة الفاسدين الموجودين بالسلطة واللي معاه حتى شركاء يقدر؟ هل سيتمكن السوداني من إنجاز مشروع مهم جدا؟ من المشروع للأسف خلي أخفيه على الشعب العراقي والإعلام يتحمل مسؤولية كاملة في موضوع خط أنبوب البصر العقبة الذي من المؤمل أن يوقعه السوداني مع أطراف عربية أخرى على حساب دم الشعب العراقي ونفط الشعب العراقي وثروة العراق هذا كل يعمل فيه مظلة صعد الدولار نزل الدولار يقلقون المواطن وتمرر مشاريع ما أنزل الله بها من السلطان هذه لو مؤررت في زمن الكاظمي وأنا ليس مدافعاً لا عن حكومة الكاظمي ولا عن غيره بس ليش بالأمس جنت تنتقدون الكاظمي عندما يذهب إلى دول جوار العراق ويعمل اتفاقيات ثلاثية بين مصر والأردن والعراق انتقدته الآن حتى في ظل بطولة الخليج مررت أمور كان الشعب العراقي منشغلاً بالبطولة رياضياً وبعيداً عن اتجاهات الجمهور العراقي مررت وزيارات مكوكية في المنطقة الخضرالية أسماء معروفة ومحظورة دولياً ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر